اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكله الباقي ده في عيوب العيب الاولان يا بنات ان البيبي كريم ده من ابشع الحاجات اللي ممكن تحطيها على بشرتك لان اولا لما بتحطيها على بشرتك حتى لو بشرتك صفية مفاش اي اشور ولا حبوب ومنظفها قوي كويس قبله بيظهرلك بلاوي كويرس في بشرتك بيظهر الخطوط بيبقى سايب بقع 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 مليانة بودر شكلها تحس ان هي في بودر كلاكيع كده على بشرتك وحاجة مقرفة قوي بجد يا جماعة انا البيبي كريم ده الصراحة خسارة ويدفع فيه حتى خمسة جنيه بشع لدرجة رهيبة هي الدرجة بتاعته كويسها قوي وممتازة وحبتها ماشية مع بشرتي اللي ما حبتوش فيه بجد انه شكله على البشرة بشع جدا مفوش تغطية نهائي انا معرفش هو جربته بالبروش منفاش جربته بسبونج برضو منفاش جربته بايداية برضو منفاش يعني هو شكله واحد على البشرة ممكن يكون فيه بنات تانية غيري حبوه بشرتهم مشيت عليه بس انا صدقوني ما عجبنيش وكان خسارة فعلا انه يدفع فيه حتى خمسة جنيه هي clean and clear حلويتها بس فيه كذا غسول عندهم كويس اما انا ما بنصحش ان هم يعملوا بيبي كريم بالمنظر البشع ده يا اما يحسنوا يحسنوا شوية من الكواليتي بتاعت المنتج لان الباكت شيك وخمتها نظيفة قوي وجميلة ويعني انا اشتريته من شكل الباكتج صدمت من اللجوة يعني اللجوة شكل يعني بجد استغفر الله العظيم انا بنصح اي واحدة بلاش ابعادي عن البيبي كريم ده احسن مش كويس خالص مش هيعجبك اه التغطية بتاعته صفر قوي هما بيقولوا هنا انه بيخفي البقع البشرة الكلام ده غلط والاحمرار ما بيخفيش الكلام ده خالص اه ما بيديش البشرة فعلا تغطية مثلاية زي ما بيقولوا ما بيضمش اصلا لمدة سبع ساعات هو اخره معاك ساعة ساعتين اه مش عارفة ايه وبيقولك يحتوي على كريم كريم مادة فعالة لمحاربة البقع تساعد على ازالة الشوائب الكلام ده كله مش موجود يا جماعة ده مجرد اه بحسة كريم ترطيب ومحطوط عليه بودر بجد بيبقى على البشرة كأنك حطة كريم ترطيب وحط عليه بودر ومقلبهم في بعض ودهناهم على وشك عارف انت اللي هو في كل مكان فيه بقعة 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 ما ليه انا بودر حاجة غريبة بجد ومش كويس خالص مش نافع معاي لا صوابك ولا براش ولا سبونج مش نافع معاي حاجة خالص فانا ما بنصحش به الصراحة اه كان سعر الحاجة اللي ملهاش لازمة دي كان سعرها بخمسة وسبعين جنيه وانا مش هكررها تاني لان خسارة انه يتدفع فيه خمسة جنيه انا عاملكو الصواتش على الدرجة ويا رب بصوا يعني انا انا الربط كمان شوية اكله علشان خطر اديله حقه ومزلمهوش بس انا عاملكو الصواتش للدرجة ايه حطينا كتير بس بحظة اخفف بس خطف كمان عشان يبانلك اللي هو بيعمله يا بنات انتو شايفين اصلا بصوا يعني الدمجة هو انتو شايفين انا ما يعني ما فيش ما فيش اي حاجة خالص ما فيش لا تغطية وزي ما بقولكو بدأ يكلكع خالص ويعمل شكل البودر ده على اليد انا هوريلك بعد الدمج بيبقى عامل ازاي هي حلوته بس في الدرجة بتاعته والباكتج ما فيش اي حاجة تانية خالص بصوا يا بنات يارب يكون واضح انا حاول اوضح لكم الصورة بتاعته البشعة انتو شايفين اهو يا بنات تمام شايفين المنظر بجد والله ما يستهي لخمسة جنيه وكمان هيبان اكتر شايفين اهو شايفين شايفين الكتل البودر اللي هو بيعملها شايفين اهو بصوا وبيبين اي مشاكل شايفين باين تشققات لو في عندك شوات جفاف في البشرة بالسلامة كده هيبين كل حاجة فانا ما بنصحش بيه خالص ملهوش تلاتين لازمة احسن لك تشتري بيبي كريم انضف من كده ما بنصحش بيه خالص وانتي هتلاقيه في كل مكان لو في بنات حبوه بصوا يا بنات الحاجات دي ازواء والحاجات دي بشرات يعني الحاجة اللي ما تمشيش على بشريتي ممكن تمشي على بشريتك انا ما بنصحش بيه انا كشخصية ما بنصحش بيه اي حد لانه هيخد اكبر مقلب لو اشتري حاجة زي كده ودفع فيها فلوس بس يا بنات وهتلاقوه في كل حتة في الصيدليات هتلاقوه برضو على سوق وكده وجميا ونون وهتلاقوه متوفر في كل حتة حتى في السوبر ماركتس هتلاقوه هناك بس وده يا بنات كان نروفيو النهاردة عن بيبي كريم كلين اند كلير ياريت لو الفيديو عجبكو ما تنسوش اشتراك في القناة وتفعلو زر الجرس علشان يوصلك كل جديد واشوفك الفيديو الجاي باي باي